التشكيل الأهلي مصطفى شبير طبعا في حراس المرمى يعني لا بديل محمد هاني ظاهر أيمن التلاتة الدفاعي التانين محمد عبد المنع مرام ربيع وعلي معلول جاهز كان مصاب ورجع لتدريبات النادي الأهلي نص الملعب هو اللي هيبقى فيه يعني شوية من الافتكاسات عنده كل اللي انه ما عندوش يعني فاكوكا وعمر الصلية وكريم ندفد أو محمد مجد أفشا دوله تلاتة نص الملعب وعندك تلاتة رقم يعني طهر محمد طهر ورضا سليم ووسام أبو علي ده بنسبة كبيرة تشكيل النادي الأهلي النهاردة تشكيل الزمالكة احنا قلناها عواد عمر جابر حمزة المسلوسي وسام عبد المجيد أحمد فتوح دونجة عبدالله سعيد أحمد حمدي ناصر ماهر زيزو وي سامسون دول تشكيلة الفريقين التوقعات ما تقدرش في مطشيات القامة بالزبط تحكمها مين يكسب ومين لأ ولكن نتمنى ان احنا نشوف مطشي كبير جدا يليق بقطبية كرة المصرية نتمنى ان احنا نشوف طرق لعب كبيرة واداء كبير من اللاعبين يبزلوا أقصى جهد عندهم يفرحوا جمهورهم سواء الأهلي أو النادي الزمالك تقدر تقول مين يكسب ومين ما كسبش في خلال المباراة ممكن الزمالك مكتمل العدد ولكن ممكن ما يبقاشش جاهز نفسيا وفنيا داخل المستطير الأخضر النادي الأهلي ممكن يعني نصف الملعب بتاعه مع الإصابات ما يقدرش يسيطر على نصف الملعب فبالتالي يضي الأفضلية لنادي الزمالك فبالتالي مع المباراة يقدر تقول مين يكسب ومين لا لكن قبل كده محدش يقدر يتوقع مباراة القمة مين يكسب ومين لا نتمنى كل توفيق لقطبية الكرة المصرية الأهلي والزمالك